اهلا بكم زار مسعود بارزاني بغداد منهيا قطيعة استمر ست سنوات بسبب الخلافات العميقة بين أربيل وحكومات بغداد إذا اتسمت علاقة أربيل بهذه الحكومات منذ العام 2003 وحتى اليوم بالتشنج وهشاشة الثقة لا سيما بعد التفاف القوى الطائفية على تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في مدينة كاركوك تدهورت لاحقا العلاقة بين الطرفين بعد إصرار بارزاني على إجراء استفتاء الاستقلال كردستان العراق على العراق في 25 من كانون أول الماضي 2017 زاد التوتر والتشنج حينما أطلق رئيس الوزراء الأسبق حيث العبادي عمليات عارة انتشار قوات العسكرية لاستعارة السيطرة المركزية على مدينة كاركوك وكادت تنزل الأمور إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع البيش ماركوك اتسمت علاقة الشركاء العملية السياسية في العراق على الدوام سواء كان في الحكومة أو في البرلمان بين عدام الثقة والارتياب والشكل وكأن هؤلاء الأقطاب أو القوى أعداء من فرط الخلافات والصراعات المزمنة بينهم ما يؤكد أن هذه الطبقة السياسية ليس من أولوياتها واهتماماتها حل مشاكل ومعضلات العراق من فساد وفشلع وإنما انخرط هؤلاء الشركاء في اللهات أو الليهات خلف مصالح من الشخصية والحزبية حتى وإن جاءت على مصالح العراقي وشعبي وهددت كيانه وقوضت أمنه القوم أزبت الثقة المزمنة بين الشركاء العملية السياسية والليهات خلف مصالح من حزبية والشخصية على حساب مصالح العراق الحيوية وشعبي هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية لماذا اتسمت علاقة شركاء العملية السياسية على الدوام بتآكل الثقة بينهم رغم شراكتهم الطويلة في الحكم وما سمي بمرحلة المعارضة وهل لهذا الصراع المزمن بين الطبق السياسي أي علاقة بمصالح العراقي وشعبي والذي تعصف به مختلف الأزمات والنكبات والكوارث وإن سيقود انعدام الثقة بين هذه القوى العراق إذا استمر على هذه الوتيرة من غير مراعاة للوضع العام المزري والمترد في العراق وهل ما زارت الفرصة موجودة أمام هذا النظام السياسي المشوه والمفكك لترميم الثقة بين قواه السياسية والحزبية ضيفات طاولة رافع الفلاح صباح الناصر أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار تبحث الحلقة في أزمة الثقة المزمنة بين الشركاء العملية السياسية وحالة الارتياب والشك بين هذه القوى والراكضة خلف مصالح الحزبية والشخصية ضيفاء الطاولة الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي هنا في الستوديو وسيكون معنا عبر سكايب من مدينة تورنتو أستاذ العلم السياسي في جامعة يورك الدكتور صباح الناصر أهلا وسهلا بيضايفين الكريمين في هذه الحلقة ونبدأ مع دكتور حياكم الله دكتور الحقيقة العلاقة بالإجماع المراقبين والباحثين العلاقة بين الشركاء العملية السياسية اتسمت واتصفت على الدوام من عدم الثقة تآكل الثقة ارتياب شك والحقيقة لم تكن هناك نوع من العلاقة الطبيعية بين هذه القوى على الرغم من الشراكة الطويلة في المعارضة وفي الحكم 21 عاما لماذا هذه الثقة المتآكلة بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أستاذ ماجد وحلي ضيفك شكرا الكريم الدكتور صباح الحقيقة لأنه يعني ربما يفسر هذا العدام الثقة لأنه البناء الحقيقي لكل هذه القوى السياسية لم يكن طبيعيا لم تكن هذه القوى السياسية قد بنت نفسها بشكل طبيعي واستطاعت أن تحصل مواقعها بشكل طبيعي هي جاءت بفعل احتلال وجاءت في إثر احتلال وجاءت لخدمة احتلال وجراء عند الاحتلال كل القوى وكل هذه القوى من عام 2003 لحد الآن وكل الحكومات التي شكلت بما فيها الحكومات الكردية أنا أقصد حكومة المركزية حكومة التحادية وحكومات حكومة الأقليم كل هذه كلها أجمعها جميع واحد كانت تتعكز على قضيتين طوال هذه السنوات وكل تحالفات تتعكز على قضيتين القضية الأولى هي الطائفية الطائفية المذهبية والطائفية العرقية والقضية الثانية هو الفساد المتأتي من الريع النفطي إذا ما فقدوا أي من ذني سيذهبون مثل ما يقال ستكون السلطة قبض ريح مثل ما يقال هذا واقع الحال فلذلك كل هذه القوى التي في العملية السياسية بما فيها الأكراد يحاولون دائما أخذ المكاسب والحصول على المكاسب الخاصة بهم والحفاظ على هذه المكاسب ومحاولة التقدم لأكل من جرف الطرف الآخر من المكاسب لصالحهم هذا ما حصل الأكراد بالذات حصلوا على مكاسب من عام 2003 وتعرف أن توضعهم الوضع الخاص للجماعة الأكراد العراقيين من قبل 2003 كان لديهم وضع خاص فهم بعد 2003 حصلوا على مكاسب كبيرة لا يريدون أن يضحوا بها وهم بسبب عدم الثقة بكل هذه القوى التي جاءت وأنا قلت أن هذه القوى لم تأتي بشكل طبيعي جاءوا كأجراء ولديهم برنامج معين للكسب والاكتساب ويستندون يتعكزون على قضيتين الفساد والطائفية الكل يعرف هذه القضية فالأكراد لا يثقون بغيرهم هم يريدون هذه المكاسب وعلى ذكر المكاسب كنتم في مقدمتكم تذكرون أنه ربما الخلاف كان بسبب المادة 140 بسبب الدستور أنا أعتقد ليس هذا هو الخلاف هذا ليس خلاف يعني ليس هذا سبب الخلاف الخلاف الأساسي فيما يخص هذه القوى هي عدم التوازن عدم القدرة على فهم الآخرين عدم القناعة بأن الوطن للجميع وأنهم يجب أن يخدموا هذا الوطن هذه هي الحقيقة وبجليل أن ثقتهم معدومة بهذه القوى الأكراد في فترة معينة من بداية 2003 وما بعدها كانت الحكومة المركزية تطلب طائرات متطورة طلبت من أمريكا طائرات متطورة الأكراد توسطوا عندها أمريكا لمنع الحكومة من الحصول على هذه الطائرات هذا يدلل على حدم الثقة نهائيا لا يريدون هذه الثقة لديهم تاريخ معين مع الحكومات السابقة وهذه الحكومات السابقة من العهد الملكي وقبلها لديهم الأكراد خصومات خاصة مع هذه الحكومات ليس لها علاقة بوضع حالي هم لديهم وجدوا نفسهم في وضع يعني كيفوا نفسهم بمكاسب معينة يريدون أن يحافظوا على هذه المكاسب ويكسبوا أكثر النسبة تزيد لا تقل فلذلك هم يريدون أن يحافظوا ويبعدوا نفسهم بقدر ما يستطيعون المكاسب من هذا الطرف وبدون أن يؤثر عليهم هذا الطرف هذه كل القضية لا المادة 140 ولا قضية استفتاء ولا جسور يعني هذه قضية الاستفتاء والجسور وأن يسعون إلى تكوين دولة قضية دولية وتتعلق بدول وموافقات دولية هذه قضية أخرى ويعرفون أنه لا هذه الحكومة ولا غيرها لو كان هناك موافقة دولية استطيع أن تفعل شيئا نعم مساء الخير دكتور صباح مساء النور أستاذ ماجد تحيطي في بناء الثقة بين قوة العملية السياسية مع الأحزاب الكردية بعد 33 سنة معارضة ثم في الحكم الآن قطع شوط أو بدأ يعني الحقيقة مسار لبناء الثقة ل33 سنة أين ذهبت ثلث قرن الثقة مو من مفردات العقل السياسي المحاصصاتي نعم بالتعريف يعني نعم المسألة المسألة أكبر من الشكل بعد لا تنسى استاذ ماجد كاك مسعود البرزاني هو عراب الكيان السياسي بعد 2003 يعني لو لا دخول مسعود البرزاني جلال طلباني ونوعا ما ياد على اللاوي إلى تشكيلة المعارضة ومؤتمر لندن 2002 لم أصار يعني احتلال العراق لأن الأمريكان الأوربين ما يتقون بالتشيع السياسي بأكمله يتقون في مسعود البرزاني جلال طلباني الله الرحمة آياد على اللاوي لأن هذه الناس يعني تتبع واقعية سياسية براغماتية نفعية بالتعامل مع المشهد السياسي ما عدا تطرب إيديولوجيا ومذهبي أو ديني بينما التشيع السياسي لا يعني قرارها مو ملكة فبلتها لقضية الثقة هذه مجرد يعني خطاب للسلاك المحلي ماكو ثقة يعني الثقة إليها أسوات فكرية يعني الثقة بتنشأ من خلال حوارات وزيارات وشيء من القبيل لا الثقة تنشأ من خمسين من منظور رؤية رؤية للسياسة رؤية للمصطع العامة رؤية إلى قضية كمتي للشعب إلى آخر يعني الثقة الثقة هذه المفردة أو بالأحرى هذا المفهوم مفهوم مركزي في البكر السياسي الحديث طبعا فبلتها دع عنك لكن ما هي ما هي دلالة استخدام مفردة الثقة من قبل السياسة باتجاه مسعود برزاني إليها دلالات أخرى وأنا أعتقد مهمة جدا في هذا السياق يعني مثل ما تفضلت مسعود برزاني قاطع الجماعة من ست سنوات بالذات بعد الاستفتاء وبعد داعش وبعد دخول الجيش العراقي إلى كاركوك إلى آخره ما الذي يدفع بمسعود برزاني أن يذهب إلى بغداد هو هذا السؤال وأنا أعتقد هذا السؤال محوري لأنه لا يتعلق بقضايا نسمعها إدارية توطين الرواد أو قضايا قانونية أو قرارات المحكمة الاتحادية إذا أسمعني في نفس السياق الحقيقة الرجل وجد حفاوة كبيرة من كل القوى السياسية الموجودة هناك بما من الميليشيات وتناسوا الجماعة اتهامات لأربيل بإيواء مراكز التجسس وإسرائيل وإيواء داعش والبعثية والمؤامرة الحقيقة كلتها انتهت في لحظة وكان هناك يعني لقاح حميم بالأحضان والقبل وأنه له مسعود برزان هكذا يقولون ثقل سياسي مهم في المشهد السياسي نعم بالضبط هذا يوضح لك همية الزيارة وليش في هذا التوقيت يعني مثل ما تفضلت كل القوى الإطار التنسيقي أو التشيع السياسي التفت حول مسعود برزاني ليش هو هذا السؤال السؤال الثاني لقاء الفائق زيدان وليس بمحكمة اتحادية ليش هو هذا السؤال الثاني والسؤال الثالث موقف الميليشيات أو أذرع إيران في بغداد مثل مجبا كتاب حزب الله إلى آخره اللي انتقدت برزاني وانتقدت التنسيقي وانتقدت تواطئ مع الوجود الأمريكي يعني عدم خروج القوات الأمريكية ليش وهذا السؤال الثالث هي القضية المحوالية دع عنك قضية المناطق المنتنازع عليها وكركوك والقضايا الإدارية وتوطي المطواتب وقضية النفط هذه كلها مستمرة من عشرين سنة موش جديد أكو شي جديد مسؤول برزاني وصل للجماعة هو هذا المهم نعم أشكرك دكتور رافع الحقيقة كل قوى العملية السياسية تتحدث عن ضرورة استعالة الثقة لابد من استعالة الثقة ترميم الثقة إصلاح الثقة بين القوى السياسية للخروج من هذا المأزق السياسي الذي يعيش فيه العراق منذ عام 2003 سؤال هل هذه الثقة كانت موجودة أصلاً حتى تستعاد أم أنها كانت موجودة وأثرت عليها عوامل أخرى صراع السياسي وما ذلك فذلك يعني أثرت عليها فضمحلت فقلت انتهت هل كانت موجودة حتى تستعاد أم هي ما موجودة أصلاً هي أساساً أستاذ ماجد ما موجودة ما موجودة وهذه قضية استعادة الثقة ومحاولة التضليل محاولة الخداع كذب لأنه هي أساساً ما موجودة فهذه نابعة سفون التحالف هذه القوى التي كانت في المعارض تقول أن التحالف خاصة بين القوى الشيعية والكردية أن التحالف فيها تحالف مصيري تحالف ستراتيجي شراكة ستراتيجية كان هكذا يسفون العلاقة معقولة هذه تحالف ستراتيجي ومصيري وحتمي وهدف فاحد وبالنهاية ماكو ثقة بياناتهم هذا ربما نطلق عليه تسمية التحالف للضاد لأنه متى يكون هؤلاء الضاد لبعضهم عندما تكون المكاسب أمامهم والكل يسعى إلى أن يغرف من هذه المكاسب لذلك يكونون ضد بعضهم يعني هذه المكاسب التي وضعت وهكذا صمم هذا البرنامج الحكومي كل هذه السلطة صممت من قبل الأمريكان بهذه الطريقة يعني حتى انعدام الثقة بهذه الطريقة صمم مع تصميم هذه السلطة من عام 2003 إلى حد الآن كل هذه القوى دعني أقول لك كل هذه القوى من البداية تفهم بعضها يعني عندما كانوا في مؤتمرات المعارضة كان يعرفون بعضهم جيدا ويعرفون كل قوى من القوى السياسية ماذا تريد وماذا يريد منهم الراعي الأساسي وإلى أي هدف يسعون فكل قوى تعرف القوى الأخرى ومن هنا كانت الثقة مفقودة وهذا ما سعى إليه من الأساس عدم توحيدهم هو المستعمر الأمريكي هو من البداية جاء بهذه القوى بهذه التشكيلة بهذه بهذه الصيغة بهؤلاء يعني حتى بهؤلاء الشخص جاء بهم لهذه المهمة جاء بهم لكي يتصارعوا من أجل مكاسب والثقة بيناتهم مفقودة أساسا لأن الكل يسعى إلى تحقيق هدف معين يخدم هو ولا يخدم المجموع ما لهم علاقة بالمجموع لأن تصميم العملية السياسية عندما تراها محاصصات طائفية وإثنية وهكذا هكذا بنيت العملية السياسية وعندما تعود إلى بناء مجلس الحكم واللي يسوا بول بريمار سيء الصيد ستجد نفس هذه الصيغة التي تطبق الآن هذه كلها تدلل على أنه لا ثقة بين هذه الأطراف ولو كانت هذه الثقة موجودة بهذه الأطراف لكان هناك برنامج معين برنامج يعملون عليه لخدمة العراق نعم يستفادون لكن يفيدون للبلد أيضا هذا غير موجود هذا كل فئة كل هزب كل حتى في داخل القوى نفسها الثقة مفقودة لو أنهم نجحوا في بناء ثقة لخدمة مصالح شخصية وحزبية وخدمة البلد هل هناك تناقض بين خدمة خدمة حزبية وشخصية وخدمة للبلد تقدم ما هم أساسا الثقة ليس مفقودة بينتهم كأطراف أيضا مفقودة مع الشعب نعم سنتحدث عن الرجال هذا نعم ثقتهم أساسا من الجهتين مفقودة نعم فهم لا يمتلكون الثقة في كل الاتجاهات وهم يعرفون إذا ما حققوا هذه الثقة يجب أن تكون القوى كلها مجتمعة وموافقة على برنامج معين لكي تتحد وتبنى الثقة بينها تهم الثقة لا تأتي هكذا يعني لا تأتي مثل ما يريدون ولا تأتي بالعواطف يعني قبل قليل أنت كنت تتحدث أنه البرزاني عندما جاي إلى بغداد وعن استقبله ونحفاوة كبيرة هذه العواطف لا تنفع شي نعم أنت في الحسابات واحد زاد واحد يساوي اثنين أنت بالتالي لا يهم أن تكن أن كنت عند المعلم أو المدرس اللي حضرتك أنت تبني معه علاقة عاطفية قوية ويحبك وتحبه لكن بالامتحان تأخذ صفر هذا لا يشجعك على أن تأخذ مية علاقتك العاطفية به هذه ما لا علاقة فهم هذه العلاقة العاطفية ليس لها علاقة بمكاسب هذه لأنه تضرب المكاسب ما لا علاقة بالتالي هم يأتون إلى المكاسب هل العواطف ستجعل من المكاسب ستدفعنا إلى أن نعطي من مكاسبنا لغيرنا أو نسمح لغيرنا أن يأخذ من مكاسبنا وبرحاب الصدر هنا فالعواطف لا شأن لها هذه قضية قضية التبويس وتبويس اللحة الموجودة حتى بين العرب وبالقمام العربية وكل مكان موجودة ولا تنفع شي الحقيقة وبالتالي الكل يثرد بدم الآخر مثل ما يقال والوضع يمشي أو يسير بالطريقة التي رسمت من البداية من البداية هناك ثقة مفقودة وهذا ما يدفع الشعب الحقيقة الشعب هو الحقيقة عن الثمن الذي يدفع نتيجة هذا الصراع وانعدام الثقة والارتياب نستعد من الضيفين الكريمين والمشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود ليكم عن النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في انعدام الثقة وحالة الارتياب بين الشركاء العملية السياسية في العراق ضيفات طاولة دكتور رافع الفراح والدكتور صباح الناصري دكتور صباح النظام السياسي وقوى الحقيقة الثقة البينية مفقودة بين هذه المكونات هذا واحد بالاتفاق الشعب فاقد الثقة تماما بهذه القوى السياسية وهذا ما جسد في الانتخابات ومقاطعتها والمشاركات الهزيلة النظام أيضا فاقد الثقة بالمجتمع جميعا مشتعون العراق أيضا لا يثق به هذا النظام على ما يتعكز من أين يستمد إكسير حياته كلمة الثقة ليس في قاموسه بالمرة لا بينية لا مع الآخرين ولا الآخرين أيضا تجاه نعم أستاذ ماجد أنا قبل شوية قلت أنه مفرد التخل الآن اللي تستخدم إليها دلالة معينة أنا راح أسميها وساطة المنفعة بس حتى حتى وضح الفكرة نرجع خطوتين لورا لاحظ ما كان بالإمكان لهذه يعني أنا ما سميها حقيقة المعارضة يعني هذا التشيع السياسي إلى آخره ما كان بالإمكان تجميحهم في مؤتمرات في صلاح الدين وفي لندا بدون ضغط أمريكا عليهم يعني ساقوهم بالعصى لأن هذول واحد يكره الثاني الدعوة يكره المجلس الأعلى المجلس يكره التيارة وهكذا مستحيل تكون تحت خيمة واحدة لأن ماكو مصلحة عامة يعني مصلحة بلد تجمحهم إنما مصالح فئوية أصبوية فبالتالي اللي سهل عملية هذه المؤتمرات هو الضغط الأمريكي وأيضا مسعود برزاني لأنه الغرب أوروبا وأمريكا لا تتقل في مسعود برزاني ما تتقل فيها دول فصار هذا يعني خلصني إخوة أعداء ماكو اجتمعوا والتقوا بحكم المنفع الأخوة كرامازوف الأخوة كرامازوف يحكم المنفع المنفع الشخصية أو الفئوية يعني كل واحد كان ينظر إلى هذه الكعكة يعني مثلا الأكراد من منظور مستقبل ممكن يكون أن دولة كردية ضغط في النظام التشيع السياسي بالذات التابعة لإيران ممكن يكون علاق جزء من إيران تحت ولاية الفقه التشيع السيوري إلى وجهة نظر مختلف وعاكبة فاللي جمعهم والأمريكان هي عصر أمريكية ضغطت عليهم إذا مددت جمعهم ننسوفكم هاي مهمة ليش مهمة لأن نفس الحدث الآن وهذه ما أسمي أنا وساطة المنفع المنفع أيضا من منظور شخصي وفعوي يعني لما السوداني يقول قطعنا شوطا في الثقة يقصد هو وثقته يريد يوصل إلى برزاني ومن خلال البرزاني إلى الغرب أن السوداني تروياني رجل وياني من جماعاتنا تقفين الإطار التنسيقي باقي يعني هذه شضايا إطار التنسيقي وميليشياته أدركت الآن أن الوضع خطر جدا أكو تصعيد بالمنطقة وأكو تصعيد من الطرف الأمريكي تجاه الإطار التنسيقي وتجاه ميليشياته طبعا هناك عدة دلائل من جاكوبسن هذه السفيرة الجديدة إلى تهديد بمقاضاة فاق زيدان إلى قضية مثلا حصار اقتصادي قطع الدولار إلى آخرين وفي نفس الوقت لاحظوا أنه في إيران الوال الفقري دفع باتجاه الإصلاحيين وليس المتشددين كرسالة للغرب أنه يريد تقاوف وبالذات قضية ملف النووي وقضايا أخرى وأول شيء بزش قيام هذا اللي فاز بالانتخابات دازل رسالة إلى الخليج العربي يريد تعاون اقتصادي وريد سلام وريد آخر إلى كده هذا اللي أدركه أنهم نحصروا في زاوية ومثل ما قد ملاحظت التصعيد خطر جدا وسيكونوا مستهدفين مستهدفين من لذلك لذلك أنا أقول مفردد التقى هنا إلى هالدلال لأنه ما قد خطر بنيويا ما قد خطر لكن في هذه المرحلة إلى هالدلال أنا أسميه وساطة المنجاعة كل هذا التشيع السياسي بحسابه وميليشياته ينظر إلى الآن كمخلص وكعراب وراعي لهذه المنظومة المحصصاتية من 2003 إلى اليوم بدون تسقط منظومة المحصصات أشكرك دكتور فهذا طبعا ما لدي علاقة في الثقة بالشعب وغيرها والدليل مثل ما قمنا بالفكرة السياسي بدأت مفهوم كيف يتجسد يتجسد من خلال التمثيل السياسي الحقيقي للشعب يعني مثلا من خلال انتخابات نزيحة بحيث أن الفرد العراقي المواطن العراقي الناخب العراقي يختار شخصية برنامج سياسي يمثل حقوقها مواجهة إلى آخره هنا هنا نتحدث عن ثقة بين المجتمع وبين الطبق السياسي هنا هذا أحد آليات الثقة هذا الثانية الثانية المحاسبة أنت لما تنتخب حتى تمثل محافظة معين أقليم معين عليك أن تمثل مصالح هذه المحافظة هذه الأقليم وإلى آخره لابد أن يكون هناك محاسبة كل هذا مفقودة إذن ثقة ما موجودة الثقة فقط لها بعد واحد اللي هي المنفعة وهنا مسعود برزاني وساطة المنفعة هو الوحيد اللي بإمكانه أن يتوسط ما بين أوروبا وأمريكا واضح وعدم بمت المحاصص شكرا دكتور رافع هل يؤقل أو ربما حتى طبقة السياسية لا تقبل أن هذا الصراع الذي بينها هو الحقيقة ليس صراع فقط حزبي وشخصي في المصالح متعلق بكوى العملية السياسية لا فيه بعد آخر ومساحة للمجتمع لمن يمثلونه سوى الأكراد مثل الأكراد أو القوى الشيعية مثل الشيعة أو السنة غير معقول أنه هنا المساحة للمجتمع صفر في هذا الصراع وهذا الصراع الدموي أو القاتل أو المريض فقط لمصالح حزبية وشخصية والحقيقة متحققة لمصالح الشخصية والحزبية حقيقة يعني صفر فقط المجتمع صفر ما يلاحصة في هذا الصراع لا لا الصراع موجود لكن ربما لم يظهر على السطح أو هو ظهر على السطح أقصد هذه القوة تدافع عن تقول نحن ندافع عن قواعدنا هذا الصراع هو من أجل أن نحقق شيء للأكراد الجماعة يقولون نحن نحقق شيء للشيعة الجماعة يريدون نحقق شيء للسنة هذا الصراع مو من أجلنا نحن مو من أجل الأحزاب هكذا يقولون وكل كذلك ما أدري لأنه بدليل أنه حتى قبل 2003 كانت لهذه القوة هذه القوة التي شكلت العملية السياسية على الأقل لديها برامج معينة ولديها مطالب معينة أو لديها أفق معين لأحلام أو رؤى هكذا طرحتها وطرحوها على جماهيرهم سواء الأحزاب الكردية سواء الأحزاب الشيعية لتدعي الإسلام سواء الأحزاب السنية وأنا أتحدث عن قوة العملية السياسية طرحت هذه البرامج مع مرور الوقت القوة هكذا هكذا الصورة القوة التي في العملية السياسية كانت تراقب بعضها وجدت أن القوة الأخرى لم تلتزم بهذا البرنامج وبالعكس صارعت على برنامج داخل داخل قواها ولم تنفذ هذا البرنامج كيف يمكن أن تثق القوة الأخرى القوة رقم سين بالقوة رقم صاد التي لم تلتزم ببرنامجها أساسا سأعطيك أمثلة نعم حزب الشيوعي العراقي صدع رؤوس العالم من مئة سنة من ثورة 1917 في روسيا ويتكلم عن الصراع مع الرئيس المالية والاشتراك ومتحدث بها الشكل هذا والطبقات وكل هذا وإذا يتشكيل مجلس الحكم يذهب سكرتير الحزب الشيوعي اللي يدافعون على الفقراء ويدافعون عن وضد الطائفية وضد الفكر يذهب ليقدم نفسه كمواطن شيعي ولكي يقبل ويركو دور الأمريكان الدولة الرئيس المالية الأولى لكي يقبل في مجلس الحكم الإمبريالي الإمبريالي لاحظتك هذا يجعل القوى الأخرى لا تذق بالحزب الشيوعي وتجعل جماهيرها حتى الحزب الشيوعي لا تذق بالقيادات هذا ما حصل خذ القوى التي تدعي أنها قوى إسلامية أحزاب إسلامية سنية وشيعية بالعملية السياسية هل كانت مخلصة لقيم التي دافعت عنها يعني هؤلاء جاءوا من أجل مظلومية وهؤلاء جاءوا من أجل تحسين الوضع للسنة هل هذا حقيقة أم تصابق أو تصارعوا على الفساد قوى تدعي الإسلام وهي فاسدة جماهيرها الداخلية أو بيناتهم هي القوى لن تثق ببعضها إذا هو كان فاسد فكيف سيكون مخلصا للإسلام الذي يدعيه والجماهير أيضا تراقب هذه القضية وترى أن هذه القوى التي تدعي الإسلام ليست مخلصة للإسلام ولا مخلصة لشيء هي يعني تهرول حول الفساد هكذا الثقة كانت مفقودة بين القوى العملية السياسية ومفقودة مع الشعب هذا الاتجاهين فالقوى أنت تتحدث عن قوى هل قوى المجتمع داخل بهذا الصراع؟ نعم داخلها هي تراقب هذه القوى وإلا كل هذه التظاهرات التي خرجت ضدهم وآخرها ثورة تشرين لماذا خرجت؟ لو كانت لديهم ثقة بهذه القوى التي في السلطة لم يخرجوا عليهم كان أكوساء الأخرى للتفاهم للحوارات لا خرجوا عليهم وقتلوهم ثقة مفقودة لا يثقون بأنه هذه القوى وبعد ما انتهت ثورة تشرين هل القوى الجماهيرية وثقت بحكومة السوداني وما جاء وبالإطار التنسيقي هذه الميليشياوي وسلمتها الأمور؟ لا نفس القضية الآن تدخر كل قواها لأجل أن تقفز مرة أخرى إلى الساحات لتواجهه وسواجهونهم هذا كل ينبع من عدم الثقة لا الثقة المجتمعية بهذه الأحزاب ولا الثقة بين الأحزاب وبعضها ولا الثقة بين الحزب الواحد وداخل مكوناتها أيضا هناك صراعات كبيرة لأنه داخل هذه الأحزاب وداخل هذه القوى أيضا صراعات رؤوس كبيرة حيتان كبيرة تأكل الفساد وحيتان أصغر تريد أن تقفز عليها لتأكله وناس مسحوقين في هذه القوى وهكذا لذلك هذه الثقة الثقة لا تأتي اعتباطا ولا تأتي هكذا هناك برامج معينة يجب الاتفاق عليها وهذه الثقة المفقودة بين الأكراد وبين الأحزاب السلطة بين الحكومة الاتحادية طبيعية جدا جدا هؤلاء من البداية يريدون أن يؤسسوا إطارا معينا يخدم توجهاتهم ومكاسبهم يحافظوا على مكاسبهم هؤلاء يريد قبلوا بهذا الموضوع لكن بعد فترة قلبوا عليه وحيدر العبادي وغيره والقوى وسندخل إلى كردستان ونأخذ ما أعرف منه هذا كل جزء من صراعات للمكاسب صراعات للسيطرة وتحكمها قوى خارجية أقليبية هذا جزء من عده هذه القوى محكومة للخارج للخارج وهي من توجهها فلذلك لا يوجد في دولة يعني الفساد يحكمها الفوضى يحكمها لا سيادة لا قوة لا 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 احترام لا برنامج وطني وضعية الثقة مفقودة طبيعية جدا دكتور صباح هناك من يتحدث عن انعدام الثقة سواء كان بين قوى العملية السياسية الحقيقة نحن تجاوزنا مرحلة انعدام الثقة والارتياب الى عتبة العداء وكانت ان تتحول الى مواجهات عسكرية ويجري مواجهات عسكرية بين الميليشيات بين البيش مرقى وبين القوات الحكومية وايضا هناك حالة عداء بين المجتمع وبين هذه القوى السياسية وايضا الحقيقة وصلنا مرحلة يعني عتبة العداء وما جرى في تشرين من مهاجمة مقرات الأحزاب والميليشيات هل نحن الآن في مرحلة عتبة العداء بين كل هذه الأطراف قوى بينية في العملية السياسية وقوى الشعب وهذه الطبقة السياسية أنا اللي أعتقد القضية أكبر من هالشكل نحن بساعدة تغيير جاي يعني خلال الأشهر القادمة بس قبل ما أطلق لهذه النقبة خليني أرجع شوية خطوة لي وراء وشوية للإنصاف يعني دكتور رافع تحدث عن الحزب الشرعي أنا أعرف بضب التفاصيل اجتماع برايمر ويه المجلس العقوم لما موسى السكرتير العامل حزب الشيعي سأله برايمر أنت منه قال لأنا يعني موت الحزب الشيعي قال لأ ما يهمني أنت سن له شيعي قال لأنا يعني ولدت شيعي قال لأ إذا أنت محسوب على الشيع القصد وهذا أنا كتبت عنه من قبل احتلال العراق القصد أن مشروع احتلال العراق هو مشروع صهيوني انكتب فيه محهد نتناعه في تل أبيب ونفذ الصهاين المسيحيين أمثال بريمار رامسفيل ديك تشيني ريتشارد بير إلى آخرين استغلوا ساداجة هذا بوش الرئيس ومشوا هذا المشروع مشروع اديولوجي الفكرة منها كانت ادخال البعد الطائفي كمكافر جيو سياسي لتبقيق الدولة العراقية واختاروا هذه الناس من التشيع السياسي حتى واحد يكون مصف يعني كنت أعرف كثير من الشيعة قبل بين الثلاثة ما لدي معلاقة بالطائفية يعني حتى حزب الدعوة كان يكره إيران من الثمانينات رفض أن يكون لدي مرجح وفقيه ديني مثل إيران كان خلافات ما بينهم الأمريكان فرضوا عليهم المشروع الطائفي كمشروع سياسي تقمن بالحكوم هذا هو المشروع فإذن هذا المخطط صهيوني قبل ما يكون مذهبي أو ديني أو شامل قبيل صهيوني يتناسب مع رؤى المحافظون الجدل في أمريكا وولاية الفقه في إيران يتبكي كالدولة العراقية حتى واحد يكون مصف لأنه برفع كثير من الشيعة كانوا ضد هذا وكان عندهم انتماني لإيران كان عندهم مشكلة بخي نقول ما حاسم البعث بس مو كوطن الأمريكان فرضوا على التشيع السياسي الولائي هذا أنه يفقق العراق كوطن وكدولة هذه مهمته بالمقابل يقف السلطة ويحصل على غناء ويبقى جد ميريد الآن هي المشكلة العراقية أنا أعتقد نحن بصدد لحظة نسميها أشهر ما قبل 2003 قبل اعتلال إيران نحن نتذكر أنت 3-4 شهر قبل اعتلال من شهر 12-2002 إلى شهر 34-2003 هي هذه المرحلة التي نربي نحن الآن مرة أخرى ولذلك مسعود البرزاني بعد مقاطعة ستس سنوات راح لبغنط الفكرة واضحة قالهم شوفوا عدكم خيارين المرحلة قادمة على التغيير شبيل وعلى تصعيد وعلى التوسع للناتو لاحظ الناتو سوى مكتب سياسي الآن في الأردن وليد أيضا إسرائيل تكون جزء من الناتو توسع للناتو بالمنطقة أدكم خيارين توفون يوصف الأمريكي الأوروبي يعني ويا الناتو لو تردون إيران والصين وروسيا تردون علاقة طيبة مع الأمريكان ومساعدات واقتصاد إلى آخره لو تردون ميليشات تقصف وتهدد وتقاوم اختاروا لأن الوقت ضيق جدا وراح يراقبوكم في خلال هذه الفترة بسيطة حتى تعرفون من يوقف وين هي هذه المرحلة الخطرة التي تمر بها حتى الآن قد تؤدي إلى تغيير المنظومة السياسية بأكملها اللي لم تتعاون بالشكل اللي تريدها أمريكا أو الناتو بشكل عام وهذه رسالة برزان للجماعات فإذن نحن بصدد مرحلة أخطر بكثير من المراحل الأخرى أنا أقول حتى أخطر من لحظة داعش اللي كانت تؤدي إلى إسقاط المنظومة بشكل سلبي ثم لحظة التشريد اللي كانت قد تؤدي إلى إسقاط المنظومة بشكل إيجابي الآن أحنا في لحظة واضح دكتور أشكرك أشكرك دكتور دكتور رافع تعتقد أن الفرصة ما زالت موجودة أمام القوى العملية السياسية قوى هذا النظام لترميم الثقة بناء الثقة بين هذه القوى اللي 20 سنة الآن من فقدان الثقة أم أن هذا الترميم أو الإصلاح ليس في وارد هذه القوى ولا يعنيها أصلا أنه تكون ثقة بينها مو معنية قبل هذا فقط يعني قبل أن نجيبه على هذا فقط يعني عارج على قضية معينة نعم يعني أنا أحترم عقلية الدكتور صواح جدا وطروحاته وفكرة رجل مقنع ورجل أكاديمي وعلمي لكن في قضية الإنصاف صار حديث عن الإنصاف أنا أقول عندما أريد أن نتحدث عن الإنصاف يجب أن نحمل كل طرف مسؤوليته عن هذا الإنصاف نعم أمريكا هي دولة احتلال ودولة الاحتلال لديها أهداف والعراق مو عراقه مو بلده لكن كل القوى التي جاءت وحكمت العراق تقول أن هذا البلد بلدنا فهي تتحمل جزء كبير يعني هذه اللي سماها الدكتور صباح العزاب الشيعية والقوى الشيعية والتشيوع السياسي هي تعرف هذا بلدها وتعرف هذا مستعمر هذا المستعمر لديه أهداف ولديه عصى يقول لك أنت إذا ما تنفذ لهذا أنت ما تحكم هي قبلت أن تحكم إذن قبلت بمشروعة إذن هي تتحمل جزء كبير من هذا المسؤولية هذا الإنصاف هي ليست معفية يعني ليس المحتل هو من يتحمل كل هذا الموضوع لكي نقول لكي نقول نحن منصفين لا القوى هاي اللي يسميها الشيعية أو التشيوع السياسي هي المسؤولة الأساسية مو الاستعمار لأن الاستعمار هذا ديدنا هذا وضعيته هو جاي من بعد مئات الالاف من كيلومترات وعابر الأطلسي وحتى جاي بجيشه لماذا؟ يعني من أجل عيوني العراقي من أجل النظام الجديد من أجل ديمقراطية كذبة هاي هو جاي من أجل مصالحة يجي من القوى التي تخدم مصلحته مشروعة هذه القوى عندما تقبل بالمشروع فهي مسؤولة هذه جزء منها أما ترميم الثقة إذا كانت هذه القوى تتحدث في أنها تستطيع الآن محاولة لترميم الثقة ليس هناك لا استعداد ولا برنامج لبناء الثقة الثقة انتهت هي أساسا مفقودة ومقومات العودة إلى نقطة الصفر حتى لكي نبدأ ببناء الثقة غير موجودة لأن الطريق صارت بوعورة وصارت بانسدادات وبقطوعات وبالتواءات وبكثورات كثيرة تهدمت كثير منها لا يمكن العودة هذه القوى مضت كثير وهذا الطريق اللي مضى به بدماء وبفساد وبأموال وبحقوق شعب وبحقوق وطن وبحقوق مكونات وبحقوق كثيرة كلها سحقت بالأقدام لأجل مصالح معينة فبناء الثقة مرة أخرى هذه كذبة كبيرة هناك شراكات هما يسمونها شراكات شراكات في الفساد لذلك كانوا يتحدثون عن دائما حكومة التوافق وحكومة الشراكات هذا التوافق والشراكات هي من أجل الفساد وليس من أجل مواطن بعد 21 سنة من حكم العراق تبين أن هؤلاء ينفذون برنامج لتدمير العراق وليس لبناء العراق فكيف يمكن لهذه القول التي اتفقت على تدمير العراق أن تتفق فيما بينها على بناء الثقة والثقة على ماذا؟ على السرقة والفساد هم متفقين على هذا من البداية لأنه موزع الحصاص وصارعوا فيما بينكم على هذا وأن تبقى هذه العملية السياسية مثيرة للصراعات يعني إذا ما استقرت هذه العملية السياسية واستقر الوضع وبدأوا يبنونه قضية تنقلب وستتحولون إلى غير مشروع مشروع آخر لا تريدها أمريكا ولا يريدونهم يعني تحولون من نواطير أو لخدمة المشروع إلى نواطير لخدمة الشعب والوطن هذه كذبة كبيرة هؤلاء ليست وظيفتهم وليس تكوينهم وليس فكرهم هذا الفكر الجامع للعملية السياسية المباني للعملية السياسية لا يؤمن به لا بالشراكات ولا ببناء الثقة بالعكس بالخصومات والصراعات المستمرة إذلك ستبقى هذه الصراعات ستبقى هذه الخصومات دائما وأبدا بين هذه القوة وبين ما دام الفساد موجود ما دام أكون هناك ثروات يستطيعون أن ينهبوها ما دام ماكوا رقابة ما دام الكل هو الذي يحدد النقاط التي يتحرك بها وعلى الآخر أن يلتزم بها غصبا ما عليه بالبندقية بالميليشيات بالقانون بالمحكمة الاتحادية بما أعرف منه بالجبل أصعد للجبل أقاومك كل هذه المقاومات ليس فيها عبارة بالوطن ليس فيها وطنية ليس فيها انتماء للوطن لذلك الثقة تبقى مفقودة ولا يستطيعون بناءها دكتور انعدام الثقة وهذه الصراعات والاحتراب بين قوى العملية السياسية إذا استمر بهذه الوتيرة من غير مراعاة وتوقف للوضع العام في العراق المترد على كل المستويات أين يمكن سيقود البلد في النهاية أين سننتهي نعم خليني بس لأن أعتقد الدكتور رافع أساء فهمي لما تحدث عن الإنصاف أنا كنت أتحدث عن الحزب الشيعي لم يطرح نفسك الشيعي إنما نفرض عليه أن يقول أني أنا شيري يعني كان المشروع هذا قصدي إنما وأنا أتفق معا تماما ويقول دكتور رافع أساء فهمك ما عنده حسن ضم بيك نهائيا دكتور لكن أتفق تعامل بالمجرد مجرد مع أنك تقبل أن تفرض الطائفية عليك إذا أنت مسؤول بشكل مباشر عن هذا المشروع أتفق معا تماما لا خذف نعم المشكلة الحقيقية أن عذاب الثقائرة سيقود البلد إذا بين القوة بهذه الوطيرة استمر هي أشوف أحيانا الشعب العلاقية حقيقة يتمنى يصير هناك حرب أو تدخل عسكري ليسقاط هذه المنظومة لأنها لا يتقفيها تماما ولا يتقفي آلياتها انتخابات والكلام الفرغ هذا كله ولا يتقفي كل قراراتها لأن قراراتها مو بيتها قراراتها من الخارج فبالجال يعني هي المشكلة الآن تحولت من عدم الثقة يعني استطاع نوه إلى نقطة مهمة جدا في البداية لما كان هناك وفاق ما بين هذه الأطراف اللي سمي نفسها معارضة أنا ما سميها معارضة لأن تنتفع عنها يعني صفة المعارضة بمقوم السياسة عصبويات شخصية بقوية يعني ضيقة كانت في البداية مجبورة على أن تطرح مشروع سياسة معين برنامج سياسة معين حتى تكس نوع من الشرعية لأنه ما حل يعرفها يعني استطاع حتى واحد يكون منصف أيضا التيار الصدري موجود بالعلاقة الناس ستعرفها بس من يعرف هذه الأطراف الشيعية اللي شيء من برد ما حل يعرفها فمضطرة طبعا بالدعمة المرجعية في النجف دعمتها في البداية أنا تطرح شيء لجمهورها بعد ذلك خذلت هذا الجمهور وفقدته لو تلاحظ أنت كل الاحتجاجات صارت يعني من خلال جمهور هذه الأحساب في الوسط والجنوب وأيضا الثقة بأن هذه المنظومة التدميرية بإمكانها أن تصلح نفسها من الداخل أيضا غير موجودة ولذلك أنا قلت نحن الآن دخلنا في مرحلة خطر جدا مرحلة يعني رح يستطيع تغيير إقليمي وتغيير إقليمي ودولي ما عاد شكل هذه المنظومة وعدام الثقة والتوافقات اللي كانت يعني سائدة في العشرين سنة الماضية ما عادت تؤدي الوظيفة المناطئ من خلال عشر سنة فإذا رح يصير تغيير السؤال اللي انطرح الآن شن المشروع لليوم التالي اللي يمتلك الشعب العراقي كبديل لهذه المنظومة هو هذا السؤال وهذه وحيصير تغيير رح يصير تغيير وعن قريب وعن قريب لأن الوظهر ما عاد يحتمل لاحب لو الآن نتناهد طبعا نتناهد كان نيت التصعيد من البداية إلى شهر الدعش حتى يسقط بادي ويجيب ترامب نزيه إذن نتناهد الآن اكتشف ما بإمكان الانتصار في خزة يحقق هدافة التي ادعانها عسكرية ويوسع جبحة القطار إلى سوريا ولبنان جنوب لبنان ماذا سيعدت رح تنقل بالمعادلة السياسية بأمدها الأساطير الأمريكي اللي وصلت البارحة وأول بارحة البحر الأحمر البحر المتوسط هذا مؤشرات على تصعيد خطير جدا وهي هذه رسالة البرزاني أنتوا هنا لو هنا اتخذوا موقف واضح هذا الموقف وهذا الموقف يعني مشكلة خلاهم بين خيارين أحلاهم مر وبالحالتين رح يسقطون بنظر الشعب العراقي أشكرك دكتور واضح دكتور دكتور رافع يعني هذا الدفع يعني هذا الارتياب عدم الشك والصراع بين قوة العملية السياسية إذا استمر بدفع البلد والبلد الآن فيه الحقيقة فيه نقطة حرجة ربما فيه نقطة الحضيض أين يمكن أن يقود هل سنته عدى نقطة قاع الحضيض بعد هو وكيد لأنه شون تكسب يعني كقوة سياسية أي سلطة في كل العالم يعني هل حياة قوة السلطة هي باستمرار الأزمات والصراع وإنعدام الثقة ما هو هذا الموضوع هكذا تستمد الحياة من هذا هم هم يعتقدون هكذا لأنه شون تبني الثقة بين أي سلطة بين أي حكومة وشعبها في أي مكان تبنى ببرنامج خدمي ببرنامج يقدم ببرنامج ينفذ برنامج تطرح الحكومات وتنفذها والشعب تصير لثقة بهذه الحكومة لأنها وعدت وعودها نفذتها هؤلاء واحد عشرين سنة دكتور واحد من الملتحقين بالعملية السياسية وتعرف فقال ما هي يعني الحقيقة المجسرات التي أنجزتها حكومة السوداني لم يشهدها العراق منذ واحد وعشرين إلى اليوم طيب قال هذا هي أكبر إنجازات طيب أكبر إنجازات على رأسنا إشقد واردات العراق النفطية من واردات النفط من 2003 إلى حد الآن أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار إشقد تكلفت هذه المجسرات اللي بعد واحد عشرين سنة إشقد تكلفت مليارين ثلاث مليارات عشر مليارات هذه قيمتها من هذه المبالغ التي صرفت في مشاريع وهمية وكذب وفساد وخراب ودمار وتدمير هذا البلد ورهن إرادته ورهن سيادته واستقلاله وجيش مبي وشرطة مبي وميليشيات حكمه وانفس غالات ومصائب وصراعات وفوضى كل هذه الأموال والله سويتونها مجسرات لا حسن من المعاقب دكتور ولا صناعة ولا زراعة وأسواق مفتوحة للاستيرادات والشعب العراقي شعب مستهلك فقط حولوا إلى هكذا وبالتالي أنت تحدث لي أنهم بنوا هذا هذا مبناء هذا تخريب هذا محاولة للتضليل محاولة للخداع للكذب هذه محاولة لتجميل وجه قبيح جدا جدا بأصباخ لكي يقولون لنا هذا جميل وهذا الوجه جميل دقيقتين قدام لكتام أبدا الصراع ورح يقودنا هذا هذا الصراع أساسا هو الصراع سيقود فيما بينهم إلى الخصومة والتصادم نعم لأن هذا الوضع الآن كل ما مر الوقت المكاسب تقل والصراعات تزداد شراسة وكل هذه القوة متسلحة كل هذه القوة تدافع عن مكاسبها بالسلاح نعم هناك ضابط الآن يسيطر عليها إيران لكن هذا الضابط غير مضمون لأنه عنده مشاكل أيضا كثيرة وسيلتهي بها داخلية وخارجية داخلية وخارجية ولا بد أن يلتهي بها أشكرك ولن يستطيع أن يوجه كل طاقاته لخدمة هذا فبالتالي الصراعات موجودة والشعب ينتظر فرصته وستأتي فرصة هذا الشعب وبالتالي لن تفيد لا أمريكا ولا غير أمريكا لأن الشعب بالتالي يريد حياته في ختام هذه الحلقة لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفيها وهم كلهم من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب البحث السياسي كان هنا في الستوديو معنا طبعا وظيفنا من تورنتو في كندا عبر سكاي وستاذ العلم السياسية الدكتور صباح الناصري في جامعة يورك شكرا دكتور صباح شكرا دكتور رافع شكرا لمشاهدين الكرام إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله شكرا للمشاهدة